أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد في التعامل بشكل مفاجئ وقد أبهر العالم بامتصاص الأزمات الداخلية والخارجية والاستجابة لها بقدر عال من المرونة وعضف المركز أنه رغم تداعيات السلبية لجائحة كورونا واضطرابات سلاسل التوريد والإمداد وموجات التضخم العالمية وارتفاع أسعار السلع حققت مصر معدل نمو قوي بنسبة تصل إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بالنصف الأول من العام المالي الحالي كما يستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي